ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله رعا بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء هذا اليوم بقصر القضائبية وفي مستهل الجلسة رفع صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء تهنيه لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة وإلى المواطنين والمقيمين بمناسبة العام الميلادي الجديد 2016 متمنيا لهم وفور الصحة والسعادة ودوام التقدم والازدهار كما أشاد صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بافتتاح مدينة التنين الصينية والتي بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 100 مليون دولار حيث تجسد المدينة منحا إيجابيا ومؤثرا في حركة التجارة المحلية والإقليمية كذلك أشاد صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بافتتاح دائرة البريد تاريخ وتوثيق وذلك في مبنى البريد الواقع بمنطقة باب البحرين التعد بمثابة متحف يسرد تاريخ الخدمات البريدية في مملكة البحرين وتطورها ترجمة نانسي قنع وافق مجلس الوزراء أو بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يلي أي توفق المجلس على مذكرة بشأن مذكرة تفاهم بين جامعة البحرين وجامعة سان بوترسبرغ بجمهورية روسيا الاتحادية تهدف المذكرة إلى التأكيد على رغبة كل الطرفين في الاستفادة من خبرات بعضهما البعض في مجال العمل الأكاديمي وتقوية العلاقات بينهما وتطوير التعاون وتبادل المشاركة في المشاريع والأنشطة البحثية المشتركة والزيارات العلمية لأعضاء هيئة التدريس والمسؤولين في كل من الجامعتين والباحثين والطلبة وفي إطار توجيه الدعم للمواطنين وفق المجلس على مذكرة بشأن مشروع قرار بتعديل سعر بيع الديزل والكيروسين ووقود الطائرات مع الإبقاء على تقديم الدعم لقطاعي المخابز والصيادين فيما سيتم تعديل الأسعار تدريجيا على مدى أربع سنوات قادمة هذا وستكون الزيادة على مدى أربع سنوات قادمة وسيراعى فيها التدرج بشكل سنوي مع تقديم الدعم لقطاعي المخابز والصيادين وستبقى مملكة البحرين محافظة على تنافسيتها فيما يتعلق بأسعار الديزل والكيروسين على مستوى المنطقة بعدها وافق المجلس على مذكرة بشأن عادة تنظيم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني شؤون الأشغال وذلك فيما يخص الهيكل التنظيمي للوزارة بعدها اطلع المجلس على مذكرة بشأن التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي لملع الاتجار بالأشخاص خاصة بالنساء والأطفال لإنقاذ وتأهيل وترحيل وإعادة إدماج ضحايا الاتجار بالأشخاص في المجتمع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الهندية وتمت إحالة المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بعدها أخذ المجلس علما بالاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب وما سيتم اتخاذه من إجراءات بشأنها وعقب الليلس عقد سعادة السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب مؤتمرا صحفيا تطرق من خلاله لأبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء وأكد الحمادي أن مدينة التنين استثمرت 100 مليون دولار أمريكي وتضم نحو 700 محل سيساهمون في تنشيط التجارة وأشار وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب إلى أن توجيه الدعم للمواطنين سياسة حكومية واردة ضمن برنامج عمل الحكومة الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب وأكد الحمادي أنه في إطار توجيه الدعم للمواطنين سيتم الإبقاء على الدعم القطاعي المخابز والصيادين فيما سيتم تعديل الأسعار تدريجيا على مدى أربع سنوات قادمة وخلال المؤتمر الصحفي أكد وزير الطاقة عبد الحسين علي ميرزا بأن هذه التعليلات السعرية الجديدة ستسهم في تحقيق وفورات مالية كما سيسهم ذلك أيضا في ترشيد الاستهلاك وقد أشار ميرزا إلى أن هذه التسعيرة الجديدة للديزل والكيروسين جاءت بعد دراسة متعمقة وبتنسيق مع السلطة التشريعية حيث تم التشاور فيه مع الجانب النيابي عبر اللجنة الحكومية البرلمانية المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية مع الأخذ بعين الاعتبار الأسعار المعمول بها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هذا وقام سعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب ووزير الطاقة بالرد على علد من الأسئلة والاستفسارات من الصحفيين الذين حضروا المؤتمر وسيعرض تلفزيون البحرين تسجيلا كاملا لوقاع المؤتمر الصحفي بعد هذه النشرة وباشرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر